سالخير كيف الاخبار ان شاء الله طيبين. سالخير عليكم كيف اخباركم ان شاء الله بخير. السلام عليكم. زي بس في التعليق. نعرف عمار رحمد كيف الاخبار ان شاء الله بخير. محمد عثمان فاحل كيف الاخبار عمار بكر موالي محمد محمد كيف الاخبار ديس كجان امين الحسن حامد سيف. از الدين العمدة. how can i meet you خالد طه جدو ابن عوف كيف الاخبار. تابعني تكسب ابو بكر يوسف ودتاي. محسن بركات. عز الريح كيف اخبارك. ابير ابراهيم كيف اخبارك شاء الله بخير. عمل حسن. عدنان سيف الدين حبيبني. ابن فخر الدين كيف اخبارك. حباب العجب. حبة كيف اخبارك. صعب الطيب حسن انت صغرب بكر. دكتور الريحاب كيف اخبارك. توت عربي خولة حسن كيف اخبارك. خطاب شوق الايون كيف اخبارك. ان شاء الله بخير. موسيقى اشتركوا في القناة 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 سودان اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا في القناة وفي عيشنا. ما قدر الحاجة ما تمشي بيتكم. جايت قول لي يا اخي بتكلم وورا ظهري التفنانة. عش الجبل ما قالت كلامك ده. عش الجبل ما قالت كلامك. زمان انا ده القلعة قالت اللي بتكلم وفي ظهري دي الحاسدين قلت لا والله الا بتاع اللورغان. وش شايف ظهرك منه? احنا كان نشوفنا ظهرك انا ده القلعة بنتكلم فيك. اه? ده كلام بتاع حاكم? طلعنا قلنا لك يا اخي كتلت الناس. انت كتلتن? تعال اتحاكم. ما كتلتن? بتنكروا بتلف وتكلموا فيني. بيشوهوا سمعتهم. شوهوا سمعتك شون انت? بتدوك في الناس في الشارع. بتقتل في الناس في الشارع. بنجيب لك الكلام بس صور والاديلة بتتنكر ما لك انت? كلامك ده الفنانات ما بقوله. بتتكلم في ظهرك وفي وشك وقدامك ووراك وفي اي حتى بنتكلم. فيش نيازل? كذب. ثلاثة لا ينظر الله ولا يكلمهم يوم الغيام. انت منهم. انت حاكم وكذب. عهدي ما عندك. كلمة ما عندك. ما راجل. كل الحاجات فيك. بتكلم ووراك ظهري. يوم الغيامة تمشي وين? والله انا مشي في بطنك ذاته. التحمار ولا شو انت? يوم الغيامة خلقتك دي احنا بنشوفها? ها? رب انا ايسه لك يوم الغيامة? يوم تلاتة ستة. دخلت هو مجهولة فضلت الاعتصام كتلت واقتصبت ورمت في البحر. انت كنت وين? قلت البشير كان بحضر في الكورة يوم يوم سقوط البشير. انت وانت يوم الاعتصام كنت وين? كنت وين? نعم? كنت. انت ما فضلت الاعتصام ايه كنت وين? انت ما انحست للثورة وانحست للشعب السودان وانحست ان انت كنت وين? كنت قاعد وين? البشير كان بحضر في الكورة يعرفناه. ما قوال انت قوال وصوط. قوال وصوط. البشير كان داس القروش تحت السرير انا شلتها اجيبته وديته بنك السودان. انا دفعت لكم مليار ونص وناكل اخوان ونتحاسب. داو المؤتمر صحفي لك. خليه. خليه. انا بس اعلك سؤال واحد. قف الابواب بتاع الغيادة العام والجيش وانسحاب. دا كله ما سألك. وكاميرات ما سألك. سؤال واحد يا حمادي. انت كنت وين يوم فضل الاعتصام? مش تقول لك منفق كده حبوب بتاع. ما عندك فيروس ولا عندك مصيبة زيك وزي مناخره دي. لونك دا ما طبيعي زاته. برقيع الفوشك ويد دينك زي. في حاجة ما تمام. ما عارف كو انت بتعمل فيش. سؤال واحد يا حمادي. الساعة خمسة صباحا يوم ثلاثة ستة. حضرتك كنت وين? واحد. اتنين. دخلت قوة ابادت الشعب السوداني في محيط الغيادة العامة. الصينية بتاع تبري والنفق بتاع الجامعة. مسافة كلها ميتين متر. وانت دا مكتبك الغيادة العامة. ما وصلتك اي معلومة انه في ابادة في انتهاك في ضرب الرصاص. ما في زال كلمك? اتحركت عملتها. الله ما حايز عليك يقول لك خلاص تتكلمه في ضهر قدل انصرافية. هداك واقف هناك تحت الشجر دي. احنا طبعا هنكون في محيط والحرص الخاص بتاع صاحب اللواء الرسول عليه السلام. انت بدار تتكلم معنا احنا. احنا خطينا قدامنا قدامك وبيننا وبينكم الرسول صلى الله عليه سلم. ها? بتتكلم معنا انت يوم الغيامة? ها? صلى الله انه يحرمكم كلكم يا قحاتة ويا دعم سريع ويا كيزان ويا خونا من شفاعة الرسول عليه السلام. اذا يقول لك احنا تتكلم معنا انت با احنا بتشوف نزاتك? ها? الله بيسألك. قل لك يا اخي من الساعة خمسة صباحا لحد الساعة خمسة مساء يوم ثلاثة ستة حضرتك كنت وين? بصفتك نائب رئيس مجلس السيادة. وخدت لك صورة نازلة من النفق حميتها ذكران يلخوف الكيزان. صورتك قاعدة في الغيادة يوم فضل الاعتصام ولا ما قاعدة? قاعدة. تات شراتك قاعدة في مدخل بري ولا ما قاعدة? قاعدة. دي دعمي سريع ولا ما دعمي سريع? دعمي سريع. انا انا قلت لك حسيت تفضلت الاعتصام? لا. الله بيسألك بيقول لك ليه ما حرستهم? حتقول لك شنو? الناس بيقول للصدقة طعانة يعني ما عارف والله يا اخوان. في قل لك برضو ارتقي يا صرف جسمه وشه ما عند انا باو شغلة. لا عند انا باو شغلة. انا جي سميك وشي كان لما عند انا باو شغلة لاني كنت مواطنة عادية. اما الرئيس والحاكم فانا عندي شغلة حتى بشفت الشارج واضانه انا عندي باو شغلة. ودين. دين معاك دين ورياضيات وكله. قال يا اخي فاسمعوا واطيعوا. قال له والله لا سمع ولا طاعة لك. تعرف اذا امنه كان بيقول له منه. ده واحد اعرابي لخليفة المسلمين. اعدل زول في الكوكب. سيدنا عمرو الخطاب. قال له ولمة. قال له يا اخي نما توزعت السياب. اتوزعت السياب. اه اتدوك جضعة واحدة وسيدنا عمرو كان طويل. فانت جبت جماش لحد غطيت رجلينة جبته من وين? لحد ما وقف ولده. قال يا اخو والله يا اخي ده انا قديت القماش حقتي. قال له والان لك السمع والطاعة. ما فيه ما فيه. ده حاكم ما فيه. مش يطلعوا ليك حس الجماعات بتاع فقهاء السلطان وكهنة السلطان. اللي ببرروا ليك يقول لك يا اخي. الحاكم ما تتكلم فيه في العالم. نتكلم فيه وين يعني. الخروج على الحاكم حرام. المظاهرات حرام. طيب هاو نتكلم مع الحاكم وين يا. مولانا داك تطلع قال انا قاعد مش هنصح حميتي. قاعد تنصحوا وسمعك. حميتي قاعد يسمع كلامك. لو سمع كلامك احنا بعملين اللايف ليه. احنا احنا لو بسمعكم انت يا كهنة. كهنة السلطان. لو بسمعكم القاتل المجرم ده كان البشير ولا. قال لك احنا نمشين ننصحوا بالراحة كده. نقول له يا اخو والله بتعمل فودا كده. طبطل ايه اللايف لاشنو احنا بدنا نطلع في الشارع مواكب ليه. بنقدم شو هده لاشنو. اذا بسمع كلامك. وصلت المرحلة من التضليل واللف والدوران. فيحنا بنتكلم في الحاكم في لون وفي شكله في اضافر وجابه من وين. ليه لون يفتح عنده شنو عيان? عيان نسأل. عيان عندك شنو? بتدعالج وين? ليه? ليه الناس تموت في الشارع بالاكسجين قدام المستشفاته. حميدتي دعالج ليه? 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 اطفال السرطان ما عنده حبوب بتاع السرطان. حميدتي لو عنده مشكلة في الكبد بيجيب الحبوب من وين? بيجيبه بيجيبه بيعته قروش. انا بسأل انا الان ده لا عارف بيجيبه. ايجي قولك انا بشكيقون يوم الغيام تشكي منو يا زول. تشكي منو. والناس اللي بتتكلم انه الان يا اخ والله في خطر كبير على الاسلام. خطر عليك انت كمسلم. لانك ما دافعت وقمت بواجبه. والناس يقول لك يا اخ الاسلام في السودان مع القاحات عما ينلقى لك. احنا بنقوم بواجبنا الان. لكن الاسلام ما بتجعه وجهة. اقوليك الاسلام اتعرض لهالذات انت لا يمكن تتخيله. الرسال الاسلام في المدينة في مكة كان بيدعي 13 سنة. ومش المدينة دعا اه عشرة سنوات. وقبليها قبل الرسالة الرسالة كان اسمه الامين. كان اسم اشنو? الامين. يعني كل الصفات دي اللي حببت فيه الخلق وبعدين سهلت ما زالت انتشار الاسلام. واستفاء الصحابة ودخول الناس. الرسال الاسلام ماد. الليلة خرجت العرب نص الجزيرة العربية فضل بس المدينة ومكة. كلهم طلعوا برى الاسلام. قالوا والله ما كنا ما حالت فعزك. كل الجزيرة العربية طلعت برى الاسلام. ما سمعت بحق حروب الردة. ما سمعت بحروب الردة. رسال الله سلم دعوة دي كلها صاحب اللواء. الناس لسه ببكوا. الغابر بتاع رسال الله سلم ما نشف من الموية. الناس. كل الجزيرة العربية طلعت برى الاسلام. في هزة اكبر من كده. ها? في هزة اكبر من كده. جوا الجمعالي سيدنا عمر ابو بكر قالوا لي اخي طبعا حس الظروف وكده يعني. قال لو الله لو منعوني عقالة بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله لحاربتهم عليه. فالناس تطمئن يا اخوان. تطمئن ان شاء الله. هو دا دورك انت تقوم بها دورك في في حماية الحاجة انت مقتنع بيها ومبدأك وكده يعني. فما يجي خوفنا بي خطاب ديني ومعاه شوية الصعالي. قد يقول لك احنا بنمشي ننصح حميتي لو حميتي. امشي سوقوني معاكم دار انصح حميتي انا. انا دار انصح حميتي دار امشي بتمشي لساعة كم? اربع صباحا قبل الصلاة بعد الصلاة. امشي معاكم دار انصح حميتي فاضان وزاتي. بلا نصيحة بلا كلام فارغ احنا بينا وبينه الشارع دا وبينه وبينه حتى السلاح ذاته بنرفعه لي. تب تهزر ولا اشي? الخطاب بتاعك الانصح بتقول فيه وبتهدد في مني يعني. الدعم السريع قام بي غانون ما يقوم بي غانون ولا يقوم بي لغم. الدعم السريع يتحلى. ما عندنا لك حاجة تاني. ما داريني يا اخي. دي قوة بتاعة فوضى. انت الوقعت على الاتفاق جوبا. قلت ترتيبات امنية ودمج القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة. ما مضينا احنا حميتي. ما تجي نحس في كل صيام بك تشوف ليك حكامة تقول تتسوى. ما في كلام زي دا. انت المضيط المسلحة دي. اتفاقية بتاع جوبا. انت لقلت الكلام دا. قلت دمج الدعم السريع في القوات المسلحة. صاح ولا? اده كلام جبنا من بيت حبوباتنا. ماذا كلامك انت? الوسيقة الدستورية الحاكم السودان الان فيها الشرط بتاع دمج القوات المسلحة. صاح عندك الفغرة سبعة بتتكلم عن انه الجيش خدتين شولا والدعم السريع. شولا وقفلته الغص. ما عندنا مشكلة. جيت قلت يا اخي دمج القوات المسلحة ترتيبات الامنية. انت حاكم السودان بالوسيقة الدستورية دي. تدمج قواتك الدعم السريع في القوات المسلحة مرحب. دار تحلها مرحب. وجودة كده ما بينفع معانا. ما بينفع معانا. ولا حنقبل الكلام ده وحتيتحلى حتيتحلى. رضيت ابيت. ما عندنا معك شغلة. بكلام دي اخوانا احنا احملتي احنا المدائع عشان تجي زل لنا في النهاية. تجيب لك شوية صعاليك تقعدون تقول لهم والله يا اخ الدعم السريع يتكون بغانون مجاز من البرلمان. ما تعمل برلمان عشان نحلل لك الدعم السريع ده. ما تعمل لي انا حسيح برلمان نحلل لك الدعم السريع ده. ايش دخلوا امهاتنا احنا. ما انه ما لك يا زل. اتكون بغانون اتكون بالرجالة. انت بتاع تشكلينا فيش نيعا. وجودة الدعم السريع الان غير غانون. نقطة عرب انتهى. بس. المضى على الوسيغة الدستورية فيها دمجة الدعم السريع مع القوات المسلحة انت. كانوا خطي لك طبنجة. كانوا مسكرينك. كانوا غصبينك كالعادة. ده ما وضوع ما بخصنا. ما انه ما لك احنا. جاءت المواعج بتاع تنفيذ الاتفاق. دار تنفذ. مرحب. ما دار تنفذ. ما تهددنا تقول الخرطون بتبقى خلا وما بتسكن فا الا الكدايس. الكدايس ما بتسكن الا في بيتك. الا في بيتك. انت ما تقعد تقول لنا الكلام الفارغ ده. ولا تقعد تجيش السودان ضد بعض. ولا الجيش المجتمع السودان ضد بعض. ولا الجيش القابلية ضد بعض. بتتبلى انت في النهاية. كلنا ضدك يا زل. لا افهم المسألة. حتى الليلة كلابة. الامارات بتصرح ضدك. شفش بالملكة المؤسس مبارح يتكلم عنك لايف كامل. من السعودية. لو لا جاتوا التعليمات من المخابرات ومحمد بن سلمان. ما كان بيقدر يفتع خشمه في الدعم السريع. انت عرفتها نفسك انتهيت دي ما كلها مؤشرات. هتتبلى زيك وزي السليماني بيصارخ وفرتك حنانك. ليه حيقتلك يا حمدتي. ليه? ايوة. لانك كلب. كلب عارف اسرار اكتر من اللازم. انت ما تفتكر جابوك الوظيفة والردبة دي بعدم المؤهلات. عشان انت والد البادية وانت بتشبهها الناس العلمة والعظمة والمفكرين. ابدا. لانك انت جاهل وطامح وعندك رغبة في السلطة. فالدوك الحاجات دي كلها تنفز مهام. المهام دي احيانا بتطلب انك تتكلم مع السيد. السيد هم احنا ما عارف انه. بركبوك طيارة خاصة بيجيبوك في نص البحر. بيجيبوك في الفندق بالليل. فجأة بنسمع انك انت في الامارات. فجأة في السعودي. قعدت مع ابنه احنا ما عارفين. منه قعدت معاو ده? ده دول سياسي. حاكم. ما دار يوسخ ملفه. محمد بن سلمان بعد فترة حيطلع عليه وقول له انت كنت بتقعد ما حمدتي? نفست عمليات ارهابية في اليمن. بيجيبوك انت المحكم الجنائية شاهد ضد محمد بن سلمان. محمد بن سلمان حيقبل لك? محمد بن زايد. ده كلهم مرضى سايكوباسية. انت ذاتك مرض سايكوباسي. كلكم مرضى. عندكم حاجة لاماكم. ما طبيعيين انتم. ولا انا سيحلل لك يعني. فده لازم يتخلصوا منك لانهم سياسيين يا حمدتي. السلطة والباورة اللي عندك ما عند البرهان. ليه? لان البرهان جيش نظامي. زمان البرهان ما نفذ المهام بطلوب البشير لانه جيش نظامي. البشير ما دار يلصق الموضوع بيه. بيجي في لحظة يحققوا مع البشير يا خاس ما قتلت في الحتة الفلانية وقتل مني ازول. عند اقوات اسمها الدعم السريعي وينسة جميع ما بعرفها. بينكورها. تفاهم الموضوع ده ولا ما فاهمه. ما هو الموضوع ما جاب العامر يسكتوك بيهو طيارات خاصة بيشتروك. واشتروك فترة ونفست مهام. انتهى الموضوع. مواعد التخلص منك جاتها الجقلبة ما عندها معنى. ولا بتحرق السودان. ما بتحرق عشانك السودان. السودان ما بتحرق عشانك يا حمدتي. في زول رفع العالم اسمه الازهري. جدعوه في السجن مات في السجن. ما في زول ولا استغلوا بيهو. عبود ضيعناك وضيعنا معاك. انت شنو كدام عبود. طلعوا في النهاية شيب실화�لك ضيعناك وضيعنا معاك. عايد عايد يا نيميري. انت انت العملته في السودان ده احسن من نيميري. Page 12. نيميري كان قلة اصير لادب وصل حده. وكان الخير وصل حده. وكن الرجال وصل حده وكان الخيان وصل حده. وكان البطش وصل حده. في النهاية طلعوا له. عايد عايد يا نيميري ان كل حد проблемы في نهاية مات سايد. لا تحرك سودان عشانه وانت ملحش ان تهددنا. ده البشير ثلاثين سنة قطايب ظل جهاز أمن جهاز أمن المؤتمر الشعبي جهاز أمن الحركة الإسلامية الحركة الإسلامية الأمة الحركة الإسلامية فصيل جناح ما عارف أم جكو الحركة الإسلامية فصيل علي عثمان محمد الحركة الإسلامية فصيل أدوه مؤسسات في الدولة حقته خاصة عمر البشير ما عارف له الإدارة القوات الخاصة ما حصل حتى الآن ثلاثة سنة طلع زول واحد شائر صورة عمر البشير قال أطلق صراحة الرئيس الشرعي ولا ما شرعي ولا حتحصل التنكرة يا زول ما تقوم وتقع ساي وإعلامك الشغال لك والآن كل مرة تتكشف تغارير بتجي من المواقع العالمية بتتكلم إنه في صفحات بتدعم الدعم السريع صفحات قافلين حس 48 حساب بدعم حمدوك تغارير من بر ما قلنا إحنا ولا هنا وحتى الغاحات الساكتين ما لأنهم جزء منها الإعلام اللي انت بتشوف وحس شلاليف ومشنوم بتتكلموا لك ويتو كلكم عامل الفقاحات دار كلهم دعم سريح ولحاميهم ويدي ما بتدار فتح ميتين أبو أهله في الدعم السريح حارسوا حارسوا حمدوك دا حراستوا منعم كلهم 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 كل الإعلام إعلام مصنوع بدعم في دا لكن جاءت مواعيدك يا حمدتي ما تقول تهددنا والخرطم تبقى شنو خرطم بتبقيها سودان دا ما حقك ولا حيمكن يكون حقك الناس الحس محبطة يا أخوان نحن مارن بي تجربة متكالب علينا العالم كله فيها عشان نصل المرحلة دي من الإحباط وعشان إفضلوا خمسة أمفار ينادوا بالحرية وينادوا بال دي 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 شعلة الشعب كله الآن بتفرج عادي نحن بنواجه في مخابرات وفي تحالف دول بمنح شنو يمنو ألمانيا تدين غرضي 80 مليار بمنح شنو حمدوك وفاصل معاهم تطبيع مع إسرائيل وطبع بمنح شنو أمريكا تديني 3 مليار وين العشرين مليون دولار بتاعت البواخر اللي قالوا جايبين لناها أمريكا وين يا منعم سليمان شنو يعني عشرين مليون دولار لأمريكا شنو يعني هل كان الوضع يوصل للمرحلة دي شنو يعني شنو يعني مدخلات نتاج تيجي من السعودية باخرة فيها حبوب زيتية ولا تيجي فيها عشان يزرعوها أبشان فيش المطر من الله يعني كان في القدارف حسي كان عمور نطع شنو يعني لي ما عملوها لي ما عملوها الإمارات تقعوا تجمح في في الإدارات الأهلية إحنا والله دفعنا لكم مليار ونصف وحنا نديكم تاني 300 مليون دولار في شكل غاز طبخ هنطبخوا باشنو شنو يعني لي ما عملو الكلام السودان يعود إلى الحضن العالمي ما دارينا الحضن العالمي ما دارينا الحضن العالمي ما ما عشي حضنها كفاية بالنسبة إلينا يعني تحضننا كلنا ما عشي شنو يعني العودة إلى الحضن العالمي تلاتة سنة حتى الآن ما فيهون واحد عمل لي حمدوك حاجة يبقى العالم كله متكالب علينا حتى حكومة بتحتك دي متكالب عليك الناس دي قصده انت 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 ذاتك انت دا السوداني دا أشرح ليه حس المبرات شنو صبرتها واتحملت الديني مبرر واحد منطقة في الخرط أشرح ليك التكسيم الحاصل كده سريع قبل دا موضوع كويس انه يتفتح الانفصال بتاع الجنوب اتفصلت جزء كبير من السودان مصر السودان تمام والناس في تصوره الآن انه الانفصال حيمشي بين نفس الحجم دا يعني حينفصل دارفور حتنفصل الشمالية وكده الحاجة الخطيرة الحاصلة الآن انه الانفصال تقسم ليه أصغر من كده تمام جوه الحلة ذاته جوه الحلة في شارع بيفصل بين حيين الحيين دا ما قادرين عايشين في حتة واحدة وما قادرين يتحملوا بعض ما قادر قضية بتاعتهم بيقات ما واحدة بيفصل بينهم شارع واحد الليل انت بتسمع بجمهورية جنوب الحزام جمهورية العباسية جمهورية بري بيقى الانفصال جوه جوه القضية بيقات ما في قضية بيتوحد الناس خليك من وحدة الناشطين وحدة لجان المقاومة الكلام ده خليه واسه احنا ما بتتكلم فيه اتكلم عن الانفصال والعزلة اللي بيقات حاصلة الآن ولذلك عشان كده يعني حسي القضية بتاعت الشهيدة التمييز ما فيها تفاعل ما في تفاعل ليه لانه أولاد حي معين بيفتكروا انه يا اخو والله النازل ما يعتصموا لنا هنا رغم انه هو الاعتصام عشان قضية عامة شو هذا من السودان كله ما معروف فديل بيفتكروا انه ديل بيضايق وديل لا لا يطلعوا لنا من هنا لا هنا في ال الانفصال بيقى جوه يعني في وده سببه اشنو سببه التوحش ليه لانه الشعب السودان بيقى في الشارع في صفوف العيش في صفوف الغاز في صفوف البنزين بيقى ما في الفة الناس اتعودت على المشاكل وعلى الضيق وعلى انها ممكن تقتل ما في سكف ما في حاجة بتوقفك حسف صفوف البنزين لو واحد خشت قدامك او لو مرة خشت قدامك بيشيل مفتاح العجل بتديها في نصراصة في توحش حاصل والحكومة بيزيد في المسألة دي والموضوع ده ما بينتهي على خير انت ما تفتكر المؤشرات دي ما الشي بعد شوية يقول لك ما تبني شنين تهزول الحمار ولا شنو ما تسوقوا نساي حتبنيوا كيف حيتبني كيف الليلة دارفور في دارفور في خلافات اللي بتحصل الحس في الجنينة ما هون ناس عايشين في منطقة واحدة وبيفصل بينهم شارع وبيتلاقوا في نفس الجامع وفي نفس المدرسة وفي نفس المستشفى والشفخانة وبيشيلوا سلاح ضد بعض يبقى الانفصال هنا وبعدين القضية ما واحدة بيقى يعني حسي احنا يموت شهيد مفروض نسجط الحكومة كلها هنا يزال بيقى حسي في مشكلته مطالبه براه بتختلف من التاني يزال عنده مطالب كلام ده البدعو له الان انه احنا نوحد مطالبنا كمواطن حسي موضوع المويا ده حاجة ده حاجة يعني انت أسي أسي هما زي حميتي يقول لك العمارات بتسكون الكدائس بيوحي لك انه الناس العمارات ديل والناس الغنيانين في الخرطوم هم مشاهلين حق الناس الفي الهامش والكلام ده ما صحيح حيا العمارات ده نفسه ما بنو الكيزان وزعوا نيميري للعساكر بتاع انه كان موجود قبال الكيزان الرياضة المنشية اللي انت بتتكلم عنها الناس اللي فيها فيهم 90% منه الناس مختربين بنوا عمارات انت الآن فيه أحياء جديدة ما بتتكلم عنها أحياء جديدة المناطق جديدة تبنت في الخرطوم الناس دي اللي كانوا شغالين مع النظام الناس لكن ده أحياء قديمة الإيحابة بتاع انه ديل ما كانين حق ديل والترويج للفكرة دي وانه ديل ده عمارات قاعدة قديمة أسيادة ذاته ماته عمارات دي شوف شكل أعامل كيف ناصة العمارات السوقنين مرطبين الإيحادة ذاته واحدة من الأسباب العزلة وديل يعني عشان شايلين لا لا وديل عندهم الموألة كلامنا مع منطق الانفصال العايش فيه الشعب السوداني الآن وعدم وحدة القضايا ذاتها بتسمع ناس ما عندهم موأة سنة كاملة تحتارب ساكت ليه انت ساكت ليه ساكت ليه وما في قضية الموضوع ده ورضي أخواننا بيقولنا لمسألة أدوات إصغاط النظام والناس اللي بتدعي ليه إنه نحن نعمل ثورة جديدة في التاريخ أنا ما لقيت نحية اسمها ثورة جديدة ثورة بديت تتمها للنهاية الثورة دي بادية من سنة 1800 على الظلم والاستعمار والخوانة أسر بتاعة خوانة بتتوارس الخيانة والرسلة ولد ولد ولده يهودا قدامكم الحاكمين الآن ديه أعمامهم وأجدادهم وأبهاتهم كانوا حاكمين السودان بنفس الخيانة ونفس تقوم ثورة يموتوا ناس يموتوا مواطنين هم ما بيجيهن حاجة ويستمروا في السلطة تجي انتخابات تجي ديمقراطية يجي انقلاب تلقاهم في الغصر تلقاهم في الغيادة العامة لأبسين كاكل لأبسين جلابية في البرلمان في أي حتة هده الأسرة العمل لديه القاعدين ما بيتغيروا بيموت إحنا بس فإحنا عشان نعمل ثورة حنبدأ هنا نغير الكلام ده كله ما حقول لك الأسرة المنتخبة والصفوة والكلام المصطلحات اللي أنا ما بيفهم كلام كلامي بسيط وواضح جدا نحضرنا شيء للظلم ده من جزوره اللي تسبب في كارثة الثلاثة سنين الفاتد حزب الأمة واحد من الأحزاب اللي تسببت فيه والناس اللي كان في تيمة طفاوت كانت منهم مريم الصادق فما في مبر خلي مريم الصادق تحكمني الآن ما عندها مبر ما عندها مبر أنها تكون في وزيرة خارجية أنا لا أقبل مريم الصادق هذا دار حاكمة على الحاجة والخيانة اللي حصلت أصلا توقيع الاتفاقية والبنود والمطالب اللي كانت مختلفة عن الحاجة اللي بتقول لي ولا كانت الحاجات اللي أنا طلحت ألها الشيء فإحنا ما عندنا نحايا نخلي دي ونعمل ثورة جديدة لا نواصل في ثورتنا دي فشن الحصل شو نتعني تحاسب أنا قبل كده فتحت الموضوع دي اللي أسبوع الفات الاحتصام فشل لشنه يا أخوان هل نجح ولا فشل وين المفكرين حقين للثورة وين الغيادات الجديدة اللي بتورعيني إنه أنا لما نطلح ثورة جديدة أو أطلع الثورة أواصل فيها أو الداري غود ثورة جديدة هل حيحصل شنو التجربة دي فشلت ليه لما الهجوم يحصل على أسر الشهد وأمهات الشهد في خطاب هل الخطاب بتاع أسر الشهد والناس الفقدت أولادها هو الأجل جي الصراع مع الدعم السريعين وينتهاجموا زي حنان دي حنان حسن هاجمت أسر الشهد ووالتهم تسعة وعشرين دا الكلامة لتلاتهم الشهيد محمد مطر دا كلام بتاع سواحف ليوم محمد مطر قال الشنو زول فقد ولده وثلاثة سنين بفتش في عدالة وبيأدبوا وبإحترام الخطاب اللي بتقال دا الدعم السريع الحسي حميت دا متجرس من اتهام هل خطاب أسر الشهد دا فيوية حاجة غلط يا أخوانا حميت يا أخي تنازل مرة مرة ضعيفة قالت ليك يا أخي أنت متهم بكة الولد أنت مرت السلطة والمحكمة أمشي أثبت يا أخو الله أقول لا معيش يا أخي الكلام دا ما صح أثبت يا أخي وين المشكلة وين المفكرين اللي بيجي طلع علينا المرحلة اللي هزمنا فيها لأنه العقلية الانهيزامية الغدنا بيها من الاحتصام ما قادر أنت توقفوها إحنا غدنا الاحتصام دا بعقلية بتاعت انهيزام وطلعنا من الاحتصام منهزمين أيوة واضح أنا في انهيزام حصل ولذلك الشعب السلطاني ما دار عيد تجربة الثورة تاني بيتكلم عنه يا أخو الله ما يهودش عيفينها قدامنا دي ما السورة حقتنا لكن دي ما السورة حقتنا قال لي أنت شايفة قدامك ما السورة حقتنا قال لي أنت شايفة قدامك دي من أحسن النتائج حقت السورة إنه لما تلايك الخوانة وظهرته لك الآن أي تمعي عليك إلا أنه كل البيض في سلة واحدة شوت طوالي وان بوم كده انتهى الموضوع نتحاسب الاعتصام دا سكفو شنو يا أخواننا هل أنتو الآن حتستخدموا اعتصامات سكفا شنو الاعتصامات اللي كانت في دارفور السنة الفاتت كم اعتصام عشر اعتصامات انت مذكرة في زل مذكرة وصلت لشنو وانتهت على شنو الشمالية كم كم اعتصام المشالي ومحمد الفكي والاعتصام الاخير اللي كان فيو محمد الفكو عبد الرحمد vont مذكرا انتهى على شنو cuanto الاعتصامات لذي التغيير المحالية كان في شنو الاعتصام فارقون شنو من الاعتصام بتاع الغيادة العامة ليه ما تفظى بينظف الطريقة بتاعت الغيادة العامة السبب شنو الاعتصامات اللي في دارفور ليما تفظّت بينظف الطريقة بتاعته الغيادة العامة السبب شنو حصل شنو اه ما هو انت هنا مطالبه مختلفة هو هنا كان بيطالب في تغيير نمط السلطة هو بتكلم عن ان المحلية دي مفروض تتقسم والمحلية دي يجيبه فازون وشيله الزولة التاني هو مغير بالسلطة ايوه مغير ربيها معترف بوجود الشراكة العلاية ايوه محترف بيها ما دار الشي لسلطة ما دار السلطة عشان كده كان في المساحة المحدودة الختالة والسلطة لكن اعتصام الغيادة بدأ يشكل توازن بتاع قوة ده السبب الخلى الاعتصام تفض بالقوة السلطة حست انه الان هي في خطر المعادلة في معادلة بين الشعب والسلطة اسمها معادلة القوة اذا السلطة حست انه الشعب قوة بدأت تزيد عليها اه بتستخدم السلاح في كل الاحوال ولذلك اللغة بتاعت حميتي الان ما عنده مشكلة كلها بهدد انا حفظة انا حكتل انا العمارات دي بخليها انا الراجل اللي جينا انا الدعم السريع انا هو بتكلم باللغة ما لانه عارف انه في لحظة ممكن المعادلة تختلف والمؤتمرات اللي بتحضروها برا فرنسا وغير والتمجيد بتاع البت الشعر ومتوب دي ليه بيعملوا كده ما هو بيوحي ليك انه احنا نجحنا بالسلمية احنا ما نجحنا بالسلمية انا بحاول اأكد ليك احنا ما نجحنا بالسلمية احنا يوم 6 ا4 البشير ما سقط يوم 6 ا4 طلعت 15 مليون سوداني لكن في اخر الليل تفضلت بالقوة وتكتلوا ناس قدام الغيادة وتكتلوا ناس شهده في بري وتكتلوا ناس المعادلة ما تغيرت الا لما الشباب بتعيني العباسية وهم بدوا بري قلبوا التاتشارات في حتى الجيش كسروا زراعة السلطة الله صديق البشير خلاص يوم 9 ا4 لولا انضمام وانحياز محمد صديق السلطة ما كانت اتنازلت االيات كسر السلطة الاعتصام واحدة من الاليات لكن ما بغير نظام المواكب في الشارع ما بتغير نظام لازم دي االية معاها حاجة معاها قوة احنا الليلة سحبوا مننا القوة الليلة شنو الجيش اول واخر حتة بفكر فيها الشعب بيمشي في حالة انه هو دار غير نظام بيمشي للجيش بيقول لي اخي اسمع حوين حازلينا دار نغير السلطة حصلت في السودان ايو حصلت في السودان لكن ما حصلت في السودان قبل كده انه الجيش قلب على الشعب كتلوا انه اختصبوا انه الرمان في البحر وقفل منهم البوابات الا حسي هما ما عملوها لانه انتوا خايفين منكم في الاعتصام داك والتجربة ديك ما كان في مشكلة لانه الناس جبلت بالشراكة بين العسكر وخالد سيلك وعمر الدقير ومريم الصادق جبلوا بيها الناس وكانوا قاعدين الشهداء طيب هما عملوا كده ليه؟ عملوا كده تحسبا للثورة الجديدة دي الحقيقية مش الجديدة الثورة الحقيقية اللي بتجدسى هالحاجات من جزوره من 1800 هما خايفين من دي؟ من دي؟ من دي؟ من دي حيطلع الشعب السوداني يكون وعد درس تماما وخدت كل البيض في سلة واحدة كي زام مايويين شعبيين مؤتمر شعبي احزاب والناس يجوا يتفاصحهم شلالب يتفاصح تقول ايتوا دائرين انتخابات ودائرين دموغراطية بدون احزاب هاي بين عملاء بدون احزاب ودون دوا في شنو مشكلتك شنو انت امريكا فيها كم حزب فاي اتنين كسرت رقبتك يا دموغراطي يا جمهوري بريطانيا فاها كم حزب المانيا فاها كم حزب احنا قلنا يا اخي بيررفع الناس من الاحياء انتخابات بلدية عديل الناس يقعدوا في الحلة واستاذ فلانة دي يمثلن واستاذ فلانة ما تمثلن يجوا النادي يجوا الجامع يجوا محل الكورة يصوتوا فلانة دي تمشي تمثل الدخينات فلانة ما يمثل الى حد ما نصل المجلس تشريعه وبعد ذاك نصل الوزراء زول جاي من الحلة بقواعد من الحلة لحد ما فيش نيعان انتو منو قال لك الديموغراطية الا تجي بي احزاب دمو الحيوانة اللي قال الكلام دي دمو البليد اللي بيقول في الكلام ما في كلام زيه ديو ما الديموغراطية ولا الحرية لانو الانتخاب ده ذاته وانو الناس بس تحدد فلان دي يبقى رئيس وما رئيس بل اجمع الكلام ده حصل قبل الميلات اساسا قبل وجوه ده كان في الحضارات الحم نتكلم عن الحضارات قبل ولود ميلات سيدنا المسيح ذاته انتو ده الحاجة طبيعية ده فطرة في البني ادم انو مجموعة لون اصفر يقولوا يا اخي شايلة بندنك وبلوسك مجموعة كده تقول كده البفوز اختار واحد ده ما الديموغراطية اللي بنتكلم عنها تعريف كون ذاته للديموغراطية والحرية شنو حاس اللي بتعمله في انتو هاس ده حرية وديموغراطية اللي بزلونا بادي عشان تجي تخد تليل احزاب غصبا عني وريناك الحل وقلنا لك تعال نجربها في مجلس تشريعي انت رفضتها مشيت وعينتوا المجلس التشريعي تعيين بدون انتخاب رأيكم شنو باحزاب كون دي تخشوا انتخابات ذاته للمجلس التشريعي رأيكم شنو تعال اعملوها تجربها في المجلس طلبنا منها كون الولاء وتعيين الولاء دو الناس فرصة تنتخب الولاء عينتوهم تعيين قسمتو ودي دلالة على انو الانتخابات حتتتزور وتتقسم بنفس الطريقة النيل اللبية حزب الامة الشمالية الحموطمر السوداني الشريق ما عارف الحزب الاتحادي الخرطوم الحزب الاتحادي الوحدوي بنفس النسب اللي حاس انتو عملتوها حتتزوروا الانتخابات وتعملوا نفس الطريقة بتعطون تسلطوا على رقاب الناس بالرجاه لدى شنو ده احنا بنتكلم الان دي فرصة يا اخواننا يوم تلاتين ستة دي تجربة جاية بيرضانا وغصبا عننا ان الشارع دي حمرق وانا ما بشرح لك في الاسباب الاكل والشراب دي ما بمرقك دي ما حاجة بتوحد الشعب السوداني كله خلينا من المناطقية الشديدة الان اللي بقد عندنا دي المناطقية الشديدة الان دي اي زول بتكلم عن مطالب او اي زول بتكلم عن الحاجات الخاصة حنانا ثلاتين ستة ده واحد من الان حاجة غصبا عننا حتحصل الليل انت بتقرأ في الاخبار في جريدة التيار جايباها صفحة غنات الجزيرة قال ليك المزارعين بتاعنا القصب باعوا قصب السكر ليه اصحاب البهايم كعلف ليه دي قالوا اول مرة في التاريخ قصب السكر ما يمشي المصنع بتاع السكر ليه قالوا الحاجة يا اخي الري بتاعه مكتمل ما يشرب موية الحاجة التانية ما فيه اهليات وما فيه وقود عشان يعملوا ليه اعملوا الحش بتاع القصب بتاع السكر الواحد بيبيع الحواشة للمراحة يجي يدخل المراحة وكامل في الحواشة يقعد فيه اسبوع اسبوعين البقر يأكل والخرفان دي تأكل بس ويمشي ما في زول ما عندهم ولا وقود عشان نحصدوا بيوه دماء مؤشرات انه البلد دماشة وين قل لك لا مات الشائم يا اخي خليك اتا المتفائل انت خليك متفائل يعني انا لا اتا الشائم اتا ايش دخل امك انا بحكي لك فارغام انا بقول لك يا اخي التعليق بتاع السد النهضة امس خبير بتاع دفاع مدني مستشار مجلس السيادة عمل مؤتمر صحفي سمعتو بيو الكلام ده في زول في كونقراو بتكلم عن انه استعدادات سيناريوهات انهيار سد النهضة ولا واحد مني جزم بتاع الحرية والتغيير فتح الموضوع ده مستشار بتاع الدفاع مدني حق المجلس بتاع السيادة بيتكلم عن مخاطر ممكن احتمالية السد نهار السيناريوهات اللي بتحصل شنو لانه الان الصور بتصهر من سد النهضة التعليق ازود لما امشيها متساوي الورا ما قدر القدام يعني ما في تجانس في الخرصانة وما في ترابط بينهم خليك من انه حيحجز الموية حيفك لنا 29 مليار متر مكعب بيننا وبين مصر مصر حشي للنسبة الكبيرة بالضراع جيشك العميل ده والخوانة ديل والدعم السريع والله العظيم ولا تلقى ما يفكه لا حتلقى موية لا انت بتتكلم عن انه انخفاض منسوب النيل في اليام الجاية دي بعد السد مائدة والكده طيب المولدات بتاعت الكهرباء حسي دي ولا التوربينات بتاعت السدود ما شغل لانه المستوى ما واصل التورع الآن بتكلموا عن فشل المشروع العروة الصيفية يعني الزراعة في الصيف لانه الموية ما واصل منسوب التورع انا بقرال لك في في زول عام اللي بحس كده ضريف اسمع الكلام ده عم مبارك اردولة بحلق عليك النبي كما جيت يا بابي دار اقول لك كلام دار اقول لكم بيان سريع كده اه الشركة بتاعت المعدن السودانية تطلعت بيان اسمع الكلام ده قال لك المدير العام للشركة يرحب بالاستثمارات الكندية في قطاع المعادن في السودان دون مبارك أردول رحبت الشركة السودانية للمواردة المعدنية المحدودة بالاستثمارات الكندية في قطاع المعادن في السودان جاء ذلك خلال استقبال المدير العام للشركة الأستاذ مبارك أردول بمكتبه بأبراج المعادن بشارع مدني بالخارط وموفدا من شركة صن بيك أكتب بين غوثين أكتب كتبت صن بيك بالإنجليز والعربي طيب انا وحوريك كارثة طيب برأسة كل من جريج ديفيد وديفيد داود 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 دا طبعا اسم بتاع يهودي طوالي ما حافظوا الاسم داود في الكوكب دا خواجه دا اسرائيلي يهودي وتبتع مخابرات طوالي موساد واستمع اردول الى تنوير ضافم من الشركة الكندية عن عمل شركة الصنبك في مجال التنقيب عن معدنية النحاس والزنك بالاضافة الى الزهب من خلال تجربة طويلة في منطقة الغرن الافريغ استمرت لنحو 25 سنة مبارك الدول انا بتحدى امك تجيب لي في التعريف بتاع الشركة الان خوش جوجل وخوش النيت وخوشوا كلكم الموقع بتاع الشركة الشركة اؤسسوها سنة 2016 مبارك الدول الان وزارة المعادن وشركة المعادن السودانية بيزور في تاريخ الشركة دي قالوا عندها خبرة 25 سنة الشركة دي انشاؤوها قبل 6 سنين يا مبارك الدول في التعريف وفي الموقع حقها وفي الويب سايت حقهم يا مبارك الدول بتلمع في الشركة دي يا مبارك قال عندها خبرة 25 سنة دقيقة استمرت لنحو 25 عاما في كل من اثيوبيا واريتريا طبعا اي حاجة مربوطة بين اثيوبيا واريتريا والسودان دي شركة بتاع مخابرات طوالي اي احنا عندنا في كارثة وفي حرب جاية وفي مويا وفي كده اي شركة جنبية تيجي داخل السودان بتقول لك انه عندها شغل في اثيوبيا طوالي دي مخابرات طوالي طيب تميزت خلالها الشركة بكفاءة عالية وبقوادر مؤهلة ومدربة وتتمتع برضى وظيفي متكامل الشكيرل في البيان دي عن الشركة دي كاتباه وزارة المعادن على لسان مبارك اردول الشركة نفسها مديرة ما قال الكلام ده مبارك بيقول في الكلام دي على لسان الشركة ده في البيان حقه واتمنى انكم تمشي ترجعه بس ركز معي ثاني ودار وريك انك قاعد سايب تتلفت حسن بقوادر مؤهلة ومدربة تتمتع برضى وظيفي متكامل شامل المخصصات وشروط العمل وقد اتزمت سان بيك خلال فترة عملها في الغرنة الافريغي بكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية المطلوبة في قطاع المعادن مبارك بشكر في السركة ان الشركة دي بتدعمل بمهنية عالية جدا مع موظفينها وبتدعمل بمهنية وشروط السلامة في الدول اللي هي قاعدة فيها الكلام ده زات ومدير الشركة ما قال ده مبارك وقال خبرتها 25 سنة اصبر وابدى الوفد الكندي رغبته في نغل التجربة الكندية الى السودان لما يتمتع به من موارد معدنية واعدة مشيرا الى لقائه بالسيد وزير المعادن محمد بشير عبدالله الذي وجه بمقابلة الشركة السودانية واستعرض لست مبارك ردول النجاحات التي حققتها شركته خلال لا 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 وملتزما بتزليل كافة العقبات طبعا اول حاجة البيان بدأ بان الشركة دي قابلت اول مرة لها في السودان مبارك ردول مبارك انت ما كذاب لكن انت بتاع مخابرات بليد الشركة دي جات السنة الفاتد 2020 قابلت والي غربي دارفور وقالوا حيخشوا في استثمارات في غربي دارفور خش فتش الموضوع دي مبارك كيف تدعين ودي اول زيارة لهم وانهم داول تعاود لك معهم هم الان شغالين في غربي دارفور الشركة دي نفسها دخلتوها انتوا السنة الفاتد غربي دارفور وقاعدوا مع الوالي بتاع غربي دارفور طيب هاك دي خش يا اخوانا اعملوا سيرش عن الشركة دي صنبك تباب العروي والانجليزي والحاجة الصفحة بتاعتهم بتتكلم عن ان الشركة دي انشوها سنة 2016 المشاريع حقتها في اسيوبي واريتي بدت سنة 2019 و2020 ومكتوب في وصفة الشركة دي انها شركة التعدين صغيرة في تغييم الشركة المالي بتراوح بين 10 الى 35 مليون دولار مبارك اردول بتكلم ان الشركة دي عندها خبرة 25 سنة في افريقيا يعني راسمال المفروض اقل حاجة يكون 3 ا 4 مليار دولار الناس هنا دي في تغييم المالي حق الشركة نفسها كاتباو هي نفسها عن نفسها 10 مليون دولار يعني واحد من التجارب تها العملة في عمرت الدهب بيكون عنده اكتر من الشركة ومشاريع البدتة الى الان هي مشاريع الى الان لم تنتهي 2019-2020 ما عندها مشروع حتى الان تغييمة لفي صفحتهم في صفحتهم الكلام ده في صفحتهم يا مبارك اردول الكلام ده في صفحتهم مبارك اردول قال الشركة دي عندها خبرة 25 سنة ليه مبارك بيقول كده ليه 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 بيمجد في الشركة دي الفكرة اردول بيعمل في الحاجة دي دخول المخابرات وتوزيع المخابرات اللي بيحصل في السودان وبسوكاتنا احنا القروش الجيانم من اللون المتحدة دي والدعومات المشي جابة حمدوك وغيره وغيره بتجي معاها شركات بيستلموا القروش دي لمشاريع وهمية بوجود العمل والخوانة دي مبارك دول ده ما طلعت له وحسي قبل شهرين مستندات بالدين وبيدين معا وجي منو الشياء لما شباه محكمة او عدالة او غانو منو الدار اقول لك في النهاية عزيز المستمع احنا عندنا آليات بتاعة ثورة واحد لازم الآن نطور عندنا من هنا لحد يوم تلاتين ستة نطور آليات تكسير السلطة ما في ثورة بتنجح بدون قوة لازم نجهز قوتنا البديلة دعم سريع ما بقيف معك حركات مسلحة ما بتقيف معك جيش ما بقيف معك اتفقنا شرطة ذاتها ما بتقيف معك تفهم انه في تغيير بيجي هيكون فيه لازم قوة بديلة ما في زولي يقول لي انا مشي الغيادة العامة تاني ولا شنو ما واضحين احنا دارين تجيبه منو يحرسك بعدين خدت الحاجة دي الاولى في راسك الحاجة التانية ما في زولي يقول لي يا اخي نمشي نعمل احتصام احتصام عنده سكف ومطالب ولو حقه قالينا اهو بعدين يظهر احنا مطالبنا الحكومة دي تمشي بس مواكب دي واحدة من آليات تكسير السلطة اعتصامات اضراب كلها آليات تكسير السلطة لكن في النهاية احنا دارين السلطة دي كلها تمشي ما عندنا مطالب ولا عندنا استذان قصة مجلس تشريعي وانتخابات الكلام ده ما بينقولوا لا حكومة حمدوك ولا حكومة حمدتي ولا البرهان ونقعد نتفرج في كل يوم في اشاعتين والله في الدعم السريع والجيش عندهم احنا حيحصل لنا شنو احنا ليه احنا في خانة المتفرج ما نتحول ليه خانة صانع الفعل الخلى الشعب السوداني من مواكب 500 نفر بيقت يوم 6 او 4 15 مليون شنو اول وقت داك لا في تجمع مهنين ولا في غير ولا في اي حاجة غيادة كانت في الشارع غيادة كانت بتاعت مواكب الصفارة الساعة واحدة الزغروتة الساعة واحدة حسن تتكلم مع زولي قل لك انت مشروعك ورؤيتك قدام شنو اها بنجاوب لك مشروعنا ورؤيتنا قدام ان الحكومة دي تمشي اهو بعدين اي بس تمشي في شنو يعني حكومة دي تمشي شرموا يا اللهم صلى الله عليه وسلم وبركة سلنا محمدين وعلى الله عليه الصلاة والسلام ص本و محمدين وعلى الله عليه الصلاة والسلام ازبقين بس ايضا ازبقين بس احساس الحاجة اللي انا يعني ما دار اتجاوزه فضل الاعتصام انت بتقول ليه اخدي زكرسي او بتعيد لينا المواجع ودي ما اشو هده يا اخواننا لازم نقفش التجربة دي ولازم نعرف الحصد شنو نغيمها ونعترف بيه تكسيرنا وبيه خطائنا ونتحمل مسؤولية واحد نعرف الاسباب بتاعة فشل الاعتصام شنو اتنين الحاجة اللي خلط الاعتصام يفشر شنو نعرف الخطاب الكام يقال جول الاعتصام هل هو ده واحد من الاشياء الاجئة الصراع الاعتصام كان الخطاب فيه موزون جدا رغم قالته احزاب برضو موزون زول عنده زول فقده شهيد بابكر والشهيد غصي والشهيد عبدالعظيم دي الناس ماتوا قبل الاعتصام فاي كلام انت تقوله فقدت ولدك فقدت بتجي تقول بتنبز الجيش بتنبز الشرطة بتنبز الحركات المسلحة في خطاب الغيادة العامة كان مقبول ما حتى عندك زول فقده انت موجوع وكان كلام بدون كلام بكل سلمي فخطاب الاعتصام ما كان فيه اشكالية ما كان فيه اشكالية حتى الخطاب بتاع وسر الشهداء والبيمثل وسر الشهداء بعد فضل الاعتصام ما فيه اشكالية زول فقد ولده ابو فقد ولده بل بالعكس الآن الصادق سيميل هو نبي الثورة حقتنا الناس بتمثلوا بكلامه كلامه واعي جدا وعقلانه فقد ولده فده ما واحد من اسباب احنا الان بنرمي بس بنرمي انه فضل الاعتصام والله يفضاه الدعم السريع الدعم السريع غانونيا هو القاتل والجيش غانونيا قاتل ومتستر على المجرم والحكومة متستر على القاتل والمجرم هو ما دارت حقيق عدالة كلهم غانونيا راقبين في الموضوع لكن احنا في مسائل ومسئولية اخلاقية كلنا منتحملة الدعم للاعتصام اللي كان بنادي الناس تقعد المعارف كان انه ذاته سكف الاعتصام شنوك وتدار تعمل شنو انت يعني تدار تصل لاشنو وهل وصلتو ولا ما وصلتو بحد السؤال حسن الاعتصام تفضى ايه تفضى وصلنا للحاجة اللي كنا معتصمين عشانا ولا ما وصلنا يقول لك يا اخي سرقوا السورة سرق السورة منه السرق السورة منه الواصل في الحاجة مختلفة الحكومة الآن القاعدة وقعت الوسيغة الدستورية دي هل هي الحكومة اللي كانت بتوعيدنا بالحاجة دي في الاعتصام اللي غيرت الاهداف ما هنتحاسب حاجة اخيرة موضوع ماما عشانا دارت لك سؤال هل هو غانون يحس المجلس التشريع ده مش المجلس التشريع ده مجلس السيادة غياب عضو زي ماما عشانا قالت هي كانت في إجازة شهرين في السعودية وبعدين جاءت السودان قدمت استغالتها قالت فاكرة أن استغالتها حتهز الموكب وتهز الناس أول حاجة إحنا غانونيا عدم اكتمال النصاب يعني نحس في غوانين أجيزت والنصاب بتاع الشقة المدني كان ناقص إذن التصويت كان كل حق العساكر ما إحنا عندنا عضو ناقص عندنا عضو ناقص نيكولا هي العضو رغم 11 لا مدنية ولا إسكرية هي القاعدة بترجح الكفة يبقى في خمس عساكر أربع مدنيين نيكولا هي الرمانة حق الميزان في النص بين العساكر والشهر الكامل ده كنت بيجيزه الغوانين كيف ما هيجي يقول لك يا أخي السلطة عندنا العساكر هي كانت ما بتتكلم عن نفسها بس ليه محمد الفاكي ما طلع يتكلمه أية كلامها ورفضه قاعد بعد كلام ما معاشي ليه ليه محمد التعايشي قاعد حتى الآن بعد كلام ما معاشي اتدخلك المجلس ده مربى المناسبة فدوى فدوى مدير الجامعة الخرطوني وكانت المرشح بتاع مجلس السيادة يا محمد التعايشي مرة قامت لك من الكورسي عرفاق بكاي وجرسة وأنه وعشان لوني والرفاق خانوا العهد ومشت كذبت بوستي بالليل داك لما نبقوا يختاروك يا جزمة حس المرة دي استغالت قالت العساكر المسيطلين على كل حاجة انت لك شهرين نحن ما سمعين صوتك ثلاثة شهور ما سمعين صوتك عندنا حداشر رئيس عندنا أربعة عشر رئيس يا أخوانا الموية قاضعة ما في وين واحد فيه واحد يتكلم في الموية واحد يتكلم في الكهرباء واحد يتكلم كلها طيارات خاصة يقول لك عندنا ملفات السلام والقضية السلام شنو يا أخي السلام شنو الموية قاضعة جو المستشفيات كهرباء قاضعة في المستشفى جهاز اللوكسيجين بكيف العملية بتكيف أربعة عشر رئيس ولا حداشر رئيس واحد فيه نطلع يتكلم عن القضية دي ما فيه تكلم لك عن ترتيب شنو ترتيبات أمنية عشان يحسس شنو بعد الترتيبات حفظ حالات الناس والناس اللي بيتموت دي واحد خصصوه النسوان دي خصصوه للحاجات دي دا لواصم بهمكم يبقى كلكم شل بتاعت مفسدين قتلى مجارما امتداد لنظام ماسوني يحكم السودان وحاتظلوا بالطريقة دي ما لم الشعب السوداني يطلع يكتلكم كلكم بس ما في حل عمل المخابرات اللي بتكشفوا ليك الآن بيقودوا في الدولة دي وانت واضحة قدامك يعني شابك ني يا أخي الناس الردد السلام يا أخي السلام شنو انت اسمي مقتنع بالهرجال دي دي إنجاز ليك حسي ولا بتكلموا عن تجيش بنجيش الشعب سوانتاش يدخل أمك يا أخي انت مش شلت لسلاحه وسلطة بي ولا رغبتك ومطالبك خلا أنا تالع ليه مويا وعيش وكهربا دارتش سلع عشان نعيش ومويا وكهربا تخيل تخيل داني ضل الفارق بتاع السلطة أو القوة بين السلطة والشعب لما الميزان يبدأ يتغير السلطة بتشيل سلاح السلطة عارفة إنه هي بالسوق الشعب السوداني اللي يحتفن ها؟ وعارفة إنها هي بتأجيك في الشعب السوداني وبتضغط في الشعب السوداني وبتحصل في الشعب السوداني والنهاية ما حتكون خير السلطة عارفة الكلام ده فلذلك الآن بتشوف مظاهر التسليح والمدرعات وما عارف مش حميدتي نزل تاتشارات ونزل عارفة إنه فهي دي معشرات ليه عزيزي المواطن المسالم ودار يقول لك حاجة حتى الناس بيقول لي يا أخي الثورة مش الثورة أردوغان في تركيا نجح بالانتخابات عند نموزج ما استخدم قوة منه يقلكها حمر منه؟ أردوغان حكم بالانتخابات لحد يوم الإنقلاب عليه صح ولا غلط؟ يوم الإنقلاب عليه الشعب التركي نزل مسلح الشارع وغاوم الجيش التركي وهزمه رجع أردوغان للسلطة بالقوة حتى بعد أكثر من ثمانية سنة ولا سبعة سنة أردوغان حاكم بانتخاباته باسلمية صحيح يوم الجو يقلبوه ما رجعته إلا القوة القوة المسلحة القوة المسلحة من الشارع الواجهة الجيش الوطني التركي واجهوا الدبابات في الشوارع واجهوا المدرعات واجهوا الطيران واجهوا الأباتشي وصقطوا الانقلاب صح والله غلط؟ ما بتنكره؟ ما في ثورة بتنجح بدون قوة التحازلة عربي واضح دارت غوش روحة غوش روحة كالسلمية اللي كان عشان كده بيلمعه لك في صعلو قلب الأم توبة بيضي ويقول لك ترجمنا القصائد حقتها وتجربتها في الثورة القصائد اللي بتقول فيها دي ما حقتها لكن دي ما حقت محجوب شريف هزاتها ما يكون عندها أمان انقلاب 2016 بتاع تركيا لو للقوة المسلحة الشعبية أردوغان ما كان رجع السلطة هم الماشوا واجهوا له الجيش الشعبة التركي ما في ثورة بتنجح بسلمية ما تغطوا تغشني يا زول يبقى احنا محتاجين الآن اتا حميت دي قاعد في السلطة دي عشان شايل قلم حبر شايل كلاش الناس تفتعد للمرحلة دي اخي انا بقول لك دي موضوع بقاء ما موضوع الناس انا بحمس فيك وبأجيش فيك وصرفه ما عارف بسوينا وغيره ده 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 دي نقطة النقطة التانية موضوع الضابط او العسكري بتاع الشرطة اللي تكتل في الموكب ربا نرحم ويتقبلوا ان شاء الله انا ما اعرف يعني الموضوع بتاع الهيجب تحت القحاتة ما سكوا موضوع التبرعات حقه حاجة مريبة وغريبة ليه لان احنا عندنا الشهيد نزار يعني الشهيد نزار القحات تنكروا له تماما اتحركت مواكب للنايبة العام ستة الف مرة والتشريح بتاعه ونتيجته فيها تلاعب وتزوير والتزوير والتلاعب في الصفارة السودانية في مصر يتكلموا عن انه هو توفى في مستشفى وتشرح في مستشفى وهو كان في مستشفى تانية التغرير الجمن الصفارة مضروب والنايبة العام مغير بالمسارة دي القحاته ما افتح الموضوع دي ليه وما شرطي نزار نزار قال عندي ملفات بالدين جهات وغيادات امنية في قتل المتظاهرين وقتل السوار في شارع الاربعين والشهيد عبدالعظيم والرصاص وكل الحاجات والتسجيلات قاعدة ليلقى حاتم اهتموا بالموضوع طيب انا ما شرحت لك المعادلة اللحظة اللي طلعت فيها ميرفة النيل وحسانة الراجية هتنزل صورة الدعام اللي اديها كف جدام الازاعة وتنزل اسمه صورة وتقول جيبوا ليه معلومات عنه طبعا لو جاء حبوبة ابوها ما بتعمل الحاجة دي ما لانها جزمة طيب ميرفة النيل لما لقيت انها هي تكشفت كجاسوس ومخبر وبينقولوا الصور بتاعت السوار والناشطين الملسمين حقينهم واتكشفت حاولوا اعملوا موازنة طلع منعم سليمان الخبير الامني الزهل الجاي الفضلات منعم فضلات منعم قتب قال يا اخي العسكري بتاع الشرطة اتكتل برصاصة بتاعت ام سكستين ممتاز منعم جاته الاخبارية وجاته التغرير بتاع الشرطة قبل ما يصل حتى اللجنة المكونة في الداخلية في التحقيق في موضوع العسكرية طوال منعم يتكلم وقال البندقية دي عند الاجهزة الامنية وده جهاز الامن وبتاعه اول حاجة البندقية دي اهداها وزير الدفاع السوداني لوزير الدفاع الاسرائيلي بتصنع هنا في مجمع اليرموك والشهيد ابراهيم جمس الدين مجمع الشهيد ابراهيم جمس الدين والجياد والتصنيع الحربي بنصنع الامسكستين وعندنا فيها مطورين السودان مطورة والسلاح ده بتستخدم الدعم السريع والجيش وقوات الشرطة الكارثة المعرفة منعم انه طلقة حاجة الامسكستين بتستخدم في اربع اسلحة ما الامسكستين بس ما الامسكستين بس واحد اثنين ليه ما جبتوا لينا يا منعمة الموكب بتاع التشييه حاج الشرطة ده قل لك ما جاء في وزير الداخلية ليه ما قليتوا قاحاته ليه ما مشيتشيعتوا مع ناس الشرطة وتصهروا ليهم يعني انه انتوا دعمينهم ليه الزلد اتدفن احنا ما سمع ماشي في تصورنا وزير الداخلية ما شلقه بأسرة وين قل لك ما عارف حنام منه كده مشتقابلت اسرته بتاع يا اخي قاع المدينة قاع السايكوباثي ديل هم الماسكين موضوع جمعة تبرعات للشرطة وهناي النزار ليه ما بتتكلموا فيه قلتم مش جابتكم السورة الوقف فيها نزار دي ليه نزار ما بتتكلموا فيه ليه النايب العام لازم تغير المؤسسات السايكوباثية واحدة منها لجنة ازالة التمكين ازالة التمكين لو بترجع ورا قل لك يا اخي مباحس لجنة ازالة التمكين تكتشف نفق ما في حاجة في الغانون بتاع ازالة التمكين اسمه مباحس عملوها براهن نيابة لجنة ازالة التمكين ما عندهم كان نيابة عملوا مؤسساتهم براهن دولة داخل دولة من ضمنها اختاروا الان هم عندهم لجنتهم اللي بتحدد بتحقق منعم سلمان اطلع يكتب التحقيق امسك استين قتلوا بال اعرفت الكلامنا من وين اتا منعم منعم المفروض يقدم له العدالة منعم لانك ما قدمته في الطيارة الوقعت ذات الوزير العدل وهو قال ليه انا كنت بتكلم مع وزير العدل قبل خمسة دقائق من الطيارة ما تقع لحد الليلة لا جبته حق الكابتن لسبعتاشر نفر الماتوا بل بالعكس اعتقل واحد من اخوان الشهداء الاخو المهندس المعاه اسرته اللي توفى في الطيارة الوزير العدل لانه كان بمشي بعمل موكب براو قدام وزارة العدل اعتقلوا قال ليه اخي بتزعيني يا اخي قال ليه ان دار اجابات من وزير العدل الطيارة بس دار اعرف فيشنه يعني ليه نزل وخل اخوه مات وهو منعم هول بيطلع في اقدمها لانه مؤسساتهم بيقات شرطتهم مباحسهم اه نياباتهم اختاروا العسكري دا قال ليك يا اخي تبرعات احنا بنتكلم عن اكتر من 360 عملية حقت مصابين في في الثورة وين القروش حقت الثورة انا ما جيت قبل كده اتكلمت عن وزارة الهودة وانت زكادة فحق مستشفيين من فاتورة عشرة مليار وفاتورة خمستاشر مليار والمستندات اللي عندي انه في زول قدم الفاتورة ابو عشر قدمها خمستاشر عارف نفسك قام رسل لي رسالة طويلة كده ايه اخدتش الليك لافت اليوم داك بمبيل فيها الهنادك بتتكلم عن سيدو حس لو هبشناك كده منلقاك لابس قلينها قفل بلاحتك دا عشان ما اجيه اطلع ميتينك بيداني دا بجيت جوا بيتكم بطلع ميتينك تحمر ولا شنو والبسك واستمرتك وصورك ورقصك بتصالق علي بيجي الوقت الحمير ازيك ديل والكتار ازيكم اللي بيفتكروا انه ردت فعلا المفروض تكون زي ردت فعلاكم اه صرف قوس صرف بتاع انا ما احرد عليك بالطريقة اللي انت بتفهمها رد فعلي بيتعرفه في وقته في وقته بيتعرفه وبيجيك مستحجل ما تقول ليه مشيت وين ولا قعدت وين ولا ماشي بجيبك بجيبك برجسك برجسك وبعرس حبوبتك معاكم كده لحد ما متتعني اندي شغلة غيركم اي تفتكر انه انا ما انطلعت واجهت انظمة واجهزة مخابرات والنهايته حتكون شينو ما انا عارف ما انا عارف ما انا عارف بالمناسبة صعلوق اللي اسمه حمدوك ابو زعبل في فرنسا لما انا بيتكلم وبيستشهد باغوال المناضل الثوري نيتسون ماندلا قال الماندلا ما عارف يدعونا السلمية واحنا سورت كذاب ماندلا في مذكرات وكاتب قال اذا كان لابد ان نعاني فنعاني جميعا يعني شنو يعني اذا كان في خراب يجي نخرب كلنا عليه وعلى اعدادك الماندلا وإلا ما كان وصل تغيير ثوري يا حمدوك قال بتخضع الناس باسلمية وميتين وبتاعوا وحنا والله طبعا قانون شنو اللي بتجيبوا انتو انا بزالك حسي نزار قضية بتاعت نزار يتفضل قايمين طبعا كلنا نحنا مش نشوف موضوع نزار عندو اطفال نعم يا اخي انتو قتلتوا نزار دي ما هنتكلم فيه النايب العام يتغير مرتين ما هنتكلم فالتغرير بتاع نزار وينه؟ المشرحة الناس اعتصمت قدام المشرحة العينة لحد ما فسدت غيروا اربع وكلاء نيابة في قضية نزار ما بتتكلموا عن نزار ما هلكم ايو 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 صالقوا على المدينة السايكوباثي المؤسسات اللي بتجمعون والمرض انت هالسعين عين 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 حول حمدوك بجمعون شنو الناس والحاجة انانين طموح عالي يعني زول ما عندو شهادات زي عروة صادق بيقوا عضو مقرر في لجنة ازالة التمكين ما عندو شهادات صلاح مناه جابوا وسافر حسي مع وزير الاوقاف سافر امريكا ولا اخوه التاني سافر امريكا ما عندو شهاده ما خلص جامعة فهو ده الان بيتحكم في السودان وفي صروات السودان وبيغرر ده يخش محكمه وده بيقيتكلم عن العدالة بيتكلم عن كان ماسك ملف في المدارس حق اولادكم ثلاثة سنة ما قفل المدارس خاصة ده تقفل ده الصادر خمسة وتلاتين الف طالب في مدرسة من المدار قاموا الغرار عن عروة صادق هو بتجمعهم شنو الحق النازل ليه كل ان احنا يعني امجة فريد امجة فريد ده زول قدام الناس بصهر انه صوري وكويس جدا طلعت مرته تكلمت عنه كيف حياته في البيت كان بدقها في الشارع طلعت كده تكلمت مرته ما انا جبت الكلام امشي مرته تشوفه منه قالت عنه شنو في حاجة بتجمع النازل كلهم كلهم كده خلي انهم قاع مدينة وانهم انجزموا غير وغيره في حاجة بتربطهم عنه خلي انهم ذا يعني الفساد الاخلاقي ولا لا لا في حاجة كده ما تمام بتجمعهم اسوأ ناس كانوا في المجتمع الان هم الغيادة بتاعت الدولة دي في حاجة بتلمهم يعني عشان تأسس شله بتاعت قاع المدينة المسلا بيكتبوا عن نذل بتلقانون بيعملوا اللايكات مع حنان ومن نخرة حس عمله وتحالف بتاع نخرات في نخرجات تدعمه نخر من النخرين اللي كان حميدتي قال يا اخي ناس الحرية التغيري جبرك وقدامي قدامك رعيني قال كده قال قال فضل الاعتصام جبرك وقدامك رعيني قال لانهم خايفين من الشارع قال كده قال طلعون دي الواحدة من القوادات من نخر دي هس هل بيتشكل الحماية تحالف النخرات حنان اللي تلمت ففي شي بلمهم غير انهم عواهر تقروا تواريخ واحدة فيهم ما بتكون عرفة ابوها منه انا طبعا كلام ما بيدعوا يعني ما بقول مثلا ما واحدة ما عارفها لا انتي ما عارف ابوك بتنكري واسمه ما بتجيبه وانا ما بممكن في التاليك الموضوع ده لكن في حاجة بتلمهم النازل فيشنو بلمهم بقر حولي حمادوك النازل في مكتب حمادوك بالطروبي بالطروبي عندها اخوها عرس واحد ملياردير بريطاني وهي دي بالطروبي جات الموقع بتاعه ده في مكتب حمادوك لانه اخوها الراجل عرسوا البريطاني البريطاني خسر قريب لهمية كمو تمانين مليون جنيه استرليني لانه مرة قلت له تطلقني عمره كمو خمسين كلهم فيون حاجة نتالي نتالي ملك الجمال النوبة هو ما شافت جبال النوبة اساسا يعني ولا بتعريفها ذاته اللي اختارة ملك الجمال ما كانت قاعدة في كاوده ولا كانت اختارك مينوين تي ذاته اختارك مينو ملك الجمال الخطاب بتاعك الكاتب طبعا ما حتكلم لانه قال جابت خطوبته وقدم الشيلة حقا اخي شيلة طبعا ام العروس حمادوك بيكون جاي متكفكي والله يلا جيبوا لينا متكفي ستين ستين وبتنا نتالي دي والله ما بنفك ام العروس انا قلت فتش فيه في الصور في صبحت نتالي بشوف فيهم زعبل حمادوك حمادوك قال لك شاهل مش بقال لك هنا شاهل المبخر وحايم ويبخر فيه بتنا ها كلكم في حاجة لان ماكن غلط في غلط لاميكم حتى البر السودان حتى البر السودان ناشطين الحرية والتغير بتعرفوا بتعرفهم فيش غلط لاميهم مع بعض الانو اللي بيعملوا فيه الان والخداع واللف والدوران الاعلام البديل ده بيحتاج بالطلبين نزولكم ما طبيعي ما ممكن تكون طبيعي تغش في الناس انتو نفسكم كنتو بتقولوا بعد ثلاثة سنين احنا حنستلم الحكومة المدنية وحنجيب العدالة لو سروا شو هذا الخطاب الشطط طالعين الان في الفيديو بتاع الصالوغة الاسمه حاج وراك ده ذا الحمار انا والله يا اخوان يعني الانغاز دي واحدة من الحاجات المفروضة يوم الغيامة ربنا يدي البشير ده مؤبت في جهنم يعني زي الصالوغة الاسمه حاج وراك ده يا اخي تواها البشير وقد كتلت الابرياء والمساكين ليه ما بتكتل زي ديل بغلبك شوني يعني لو كتلت الحاج وراك ولا كتلت لينة كانت صادقة المهدي ولا كتلت خالس سيلك ما كنا ارتحنا من قاتل ابرياء وشباب يعني رجال وشباب بابيكر عنده اخمسة اخوات وقال شوني يعني كتلت حاج وراك قال 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 يا اخي الخطاب بتاع الشطط في الناس شطط في عينه كتلت الكلام اللي بيكتفوه من عم سلام ده ما شطط عمل لي فاق بيفهموا الشباب المهدي اتبع لكم على السورة ذاتك يا وراك مع ثلاثين سنة بيشتروا فيك وبيعوا وقاعد في مصر صالوكسي جاي يا حسد تكلم لينا اللغة الشباب الشطط الخطاب بتاع الحكومة بتاعتكم دي خطاب اليساري ده ما هو شطط حسيك بيشيطن وفي اثر شو هذا عالني بيأسماكن وبيصوركم ده ما شطط بالتاجروا بتقولوا لينا ايه قولوا يا امه هاته الشهادة تقول لهم بالتاجروا بيدي ما شو هذا يا خمارة بالتاجر بيدي مولدة ده هيرا حقه يااخ انت ما تدي ليه هتقفل بلاحتك الولد تقولي انا والله يوم ثلاثة ستة حدي مع الحكومة خطابة طبيعي جدا وعادو حق زول محروك لانك انت ما فقت تزول يا حاج وراك تلبس طاقيتك دي وتسكر وتجي دي قعد ليب في الندوة الشباب شطط 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 يختص علوك سايخ ايه اتص علوك سايخ ولا بتسو ولا بتسو ولا ولا مستوى نارد عليك اصلا خطاب كل انتو الفوا الشطط فوا الاستفزاز حسي ثلاثة سنة عدت يا حاج وراك جيبوا لينا حقه شو هذا الحكومة المفروضة يكون الماسكة الان الشقة المدني قلتوا تسكتوا في الثلاثة سنة كل الكلاب حق انكونا بتجمع بيننا المرضى السايكوباثية دي كويس والمؤسسات السايكوباثية الاسستوها وقدرتوا بها الدولة دي كلكونا يا مرضى قلتوا لينا اسكتوا ما تاجروب حق الشو هذا وما تتكلموا فيهم بعد ثلاثة سنة انما انتبقى حكومة مدنية حسي خالي السيليك بيتكلم بيقول كل الاطراف اتفقت لذا تمديد الفترة الانتغالية عشرة سنوات من حق خالي السيليك يعمل الحاجة دي من حقه كلام ده واضح يا شعب السوداني انا قبل كده قلت في كارثة جاية للسودان اسمها سد النهضة دي المفروض توحدنا والكلام والارغام خلاص احنا يعني بيجينا في كارثة حقيقية المؤشرات حقتها الان بيقى تواضحة انا ما عادر اتكلم عن المشاريع بتاعت الخداع بتاعت انتاج الرياح والكهربا والطاقة الشمسية وده كله كلام فارغ ساي وتونيس يعني سؤالنا الاول يا ناس الكهربا واطفان الممتحنين الشهادة الان وبقطع في الكهربا بتقطع لي قالوا ما في فارنس كيف ما في فارنس ما قاعدين نتفع عليك الكهربا مقدم حق الفارنس لو اتكلمت اني يا اخو الله فينا قصي زبيرات المولد داك يا اخي في يوزو ناقص انا بقبل كلامك ده بقول له خلاص رسلوا التيم يصين لاتنين تريد تتكلم عن ان الكهربا قاعد على فارنس فارنس انا بديتك القروش بسعر البترول في العالم السفينة في البحر مزاد البترولة اليوم الليلة تلقبها 40 بكرة بخمسين دولار قدتوا بسعر متغير متغير بتقطع الكهربا يا وزير الطاق وما في جهة حاسبك ولا جهة تزألك ولا جهة توصل صوت معاناة الطلبة الممتحنين انتوا المرحى الذي يعني يعني انا لا رفهم انت ما ديناك القروش ما جبتوا ليه ما تقول ليه دولة عميقة ازان التفاشل ما قادر تدير ادارتك ولا ولا هيئاتك ولا تشرف على وزارتك ازا الدولة العميقة بتقدر تصرف توقف الباخرة اللي انت دافع قروشة شركات النقلة قل ليه يديني سبب يا حمادوك الكهرباء الليه ما بتهتم با استخان الناس اللي بتشكي انت قال الموضوع ده عشان انت قاعد في مكيف يا خالس سيريك عشان انت قاعد في مكيف يا برهان عشان انت قاعد في مكيف يا يا حميتي مايا ما قادر الناس تشترب تفتكر انه اسره في هزول كبير والطفل صغير وزوت شاب شاب ليه انا اضرب لك مثال ليه اضرب لك مثال بذول كبير انه ما قادر يخش الحمام شاب شاب عادي دار يخش الحمام دار استحمى دار فيك بوليستر دار يعمل دار يعمل في الحمام ما يقدر يعمل الحاجة ده 14 ساعة انت بتفتكر السودانين ده العايشين كيف يا حميتي يا حكومة يا جزم يا اخوانا انتو اثاركم بتسمعوا في الكلام واحد يقول لك ما هتتكلم في امك خالد سيلك ياخي خالد سيلك دافعت عنه واحدة تكلمت في ام المؤمنين انت دافعت عن ام المؤمنين لا دفل ميتينك وميتين امك انا اتكلم في اي زر انا بدافع هناك عن امهات المؤمنين وما هخلي شفت الجزم دي اللي يطلع طيب حسي انت احنا بنتكلم عن انه امهات الوزره دي اللي قاعدين عايشين في كهرباء وفي نعيم وفي كده اطفال ممتحنين شهادة قطعولينا الكهرباء جوه كل قاعات بتاعتي اللي متحن دارو 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 د قطعة الموية. سأكتين ليه؟ الدين مبرر. يقول لك البلد يتقال روحك منه عشان تخريبها. لو ما ركت وما شدك جاية المكتب بتاع مدير الكهرباء في المنطقة استلموا البلوفة بتاعت الموية في المنطقة حقتك. البير دي البير دي انت الدافعة بالمناسبة. البير بتاعت الموية في أحياء في مدرمان في الحتانة في أبيار بتاعت موية وهي النيل الله بيت بيغرق البيوت. الموية تجي داخل لينة بالأبواب لكن ما تدخل لينة في السودان بالمواسير. تخيل! يجينا فيضان الموية تخش بالباب عديل تاخذ ترمي الباب وترمي البيت ويحسنا كلها بالماسورة ما تخش علينا. انت ساكت ليه؟ بكرة الصباح تمشي المكتب بتاع الموية ما تقعد تشكيلي سوق معاك جارك ومشي نفرين كفاية جدا دق المكتب بتاع المدير العام بتاع اسمع انا دفعت ليك هي دي الفاتورة حقتي. بداية الشهر ده دافع موية مليون جنيه وما جاتني في الخط والله يقدر رسل ليك المهند؟ تمشي معاك انت ذاتك تمسكه من لياقته. وزمان زمن البشير 2018 كنت بقول للناس الطفايف تحت الحريقة في المكتب بتاع المديرة اي اي ابي يديك جروشك في البنك لبسه له. لبسه له في شن يعني؟ في شن يعني؟ سيدنا يوسف كان في الترباس شن يعني لبست المديرة العام بتاع الموية ايه تلا قادر تحمي اولادك لا بيتك لا عرضك لا الحمام ما قادر تخشه ايه تلا قادر تخشه يعني الموضول عايش لأكدت ديني وبرر احلام شنول تل ولا احلام شناش لبسه بالطفايف طوالب داخل راسه جو والمقعد بتاع الحمام وجور في السايف ونزاته قل للموية دي ما عندي ده مش شغلته ايه دافع جروشك انت عندك الفاتورة بتاعت العوايد وقل عندك الفاتورة بتاعت ال امشي بكرة الصباح المكتب بتاع الموية ما تقول ليه اعتصمنا جدام وحرجنا الاستيك تحرق الاستيك ليه سوق المدير ده مش يقول لك البلف ده معاوه المهندس ما في ذو البكرة تاني يتكلم عن موية قابا انا ما شغلته تمشوا المكتب بتاع الموية ومحطات الموية بتاعت المقرم اوه كلام كتير انا ما اداره معاكم يقول لك الحلول يا قاة السنة كلها تنتغذلين يا صرفة ده حل ولا ما حل ما قادر عليه قول انا مع راجل ما قادر عليه ده انا ما تجد تكتب ليه الحل شنو الحل بتاع الموية بكرة تمشي عندك امك واطفالك بيعانوا وانت قاعد تتلفت والله الحكومة دي اخ ربنا يوديها النار يودها النار ليه التمنوي انت عشان يودها ليه التمنوي انت قوم امشي جيب الموية في الماسورة ده شغلتك ده دورك واحد اتنين بالنسبة للناس اللي بيقعد يقول لك اه والله احنا دعينا عليهم ربنا انتغم منهم يا اخ ها هو بعدين لا لا ما احنا ان شاء الله شوف ده اقول لك حال اكبر علامة على وجود الله عز وجل هي الظلم يعني الملحدين المنكرين للاخرة فانا قاعد اقول لنا الظلم ده يا اخوانا لازم يكون عنده تمن تدفعه واكبر علامة على وجود الله عز وجل هي الظلم ده ذاته يا اخوانا ليه؟ لانك انت لو دعيت على الظالم ده حسي يعني احنا داري الله سبحانه وتعالى دارك تؤمن به مش ايمان خوف الليل احنا لو اتمعنا كلنا ودعينا على البشير ده وقلنا يا اخي ان شاء الله ربنا يكتلوا لينا وانتغم منه تمام؟ بكرة الصباح خوفا من عقاب ربنا ما ايمانا بالله عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في حاجات بيحقيقه لك في الدنيا وفي حاجات بيحقيقه لك في الآخرة يعني ما تفتكر انه دعاك ده بمشي ساي وما تفتكر انه عشان انت دعيت على الظالم ده والجبار ده وانت يقول لكم يا ربنا ما وقف معانا ربنا دارك تؤمن به ممكن الصباح بكرة كل الظلمة بس ثاني ما في زول حيظلم ما ايمانا حبا في الله ما حتظلم لانك خايف من عقاب ربنا ربنا سبحانه وتعالى ما داير دي دارك تؤمن به وبيه كل الاسماء الغني والجبار والباطش والقاهر وهو القاهر وفوق عباده وهو اللطيف الخبير هو دارك اتا كنت حتؤمن بس بالقاهر دي ايوة في اله ايوة كيف لانو ربنا سبحانه وتغم من هذي كان القصة تغيرت ما في معجزات تعمل الحاجة بيدك دا ظالم البشير ايوة شفت معاه ملايكة لما استلم السلطة لا طيب ما تمشي تركب البشير دا في اي حتة فشن يعني ربنا ما استجاب لينا وربنا يا اخي خلال ظالم يكتننا مات يا دا دا قدامك المعادلة بيعمل بياخد دا الدنيا ماشا كده زمن المعجزات انتهى خلاص ما في ليعذبهم بعيدكم وايد المؤمنين بيدك انت ما في شغل تاني يجيك من فوق من السماء دا اللي عما فيها اعمل البشير خطط للموضوع وانت ضرب الليل ان الرجال نام وقام سارجة امش اعمل الموضوع دا ما تكوى تقول الليل البشير كتن الناس وظالم ما تمشي تاتاتاتاتات فالظلم دا دليل على الإيمان فالإيمان بالله يوم الغيامة بينتغم لك من الظالم وفي الدنيا ممكن ينتغم من الظالم الوليد ابن المغيرة نزل فيه القرآن الوليد ابن المغيرة خطورته شنو لي نزل فيه القرآن ذرني ومن خلقته وحيدة لانه الوليد ابن المغيرة كان شغال إعلام بديل حس الليلة بتاجروا بالكلام دا ويفتكروا انه يا اخي كده بيخدعوا يا اخي والله الانه اللي انسوا رافده كده بشجع على الدولة العميغة تعالوا نطلع إشاعات ونكذب دير الإعلام البديل يا اخي القهربة بتجي وحمدوك يا اخي حمدوك دا حيجيب الخير والناس بس تصبر عليه الإعلام البديل بده خمسمية دولار لكن بسبب الخمسمية بيموتوا خمسة اطفال بتاعين سرطان وبموتوا خمسة في مستشفى السرطان وبموتوا خمسة باللوكسجين وبموتوا خمسة في قطعة الكهرباء عشان يجي يكذب ليك فدير الإعلام البديل الوليد ابن المغيرة دا ما كان من الناس رزل مرسله سلم وروج فيه ما روج رغم انه جا قال اول من سمع الغران قال هذا كلام لا يعلو ولا يعلق عليه لكن بعد ذاك جا قال يا اخوان انه هو عبسة وبسر اخوان موضوع دا والله اخي نقول انه ساحر نقول انه كده لانه العرب لو سمعت الكلام دا الوليد ابن المغير لانه قاد عملية الاعلام البديل والتضليل عشان كده ربنا سبحانه تعالى قال رسول الله سلم ذرني ومن خلقت وحيدة ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه اول زول بدو بيه وهو في صورة الثانية تسمع ذرني والمكذبين اقول النعمة دا كلنا احنا داخلين فيها دا احنا بدرنامية نستحمل لكن هنا الوليد ابن المغير ربنا سبحانه تعالى قال رسول الله سلم ولا فيه فرغمت قالت ليه لانه الوليد ابن المغير شغال اعلام بديل وتضليل كان بيجي قعد الكهنة قال لا 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 احنا لو قلنا كده العرب بتكشف الموضوع ولو قلنا انه بلاغة العرب بتقول كده الاعلام البديل والتضليل اتذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لما مدودة وبينية شفودة اه؟ وكلها منطبقة في القحات والاعلام البديل والتضليل البحث الخطري جدا الاعلام البديل ما لك ما تلعب بها ما تلعب مع الناس احنا اخواننا الان فيه كارثة والكارثة بتطلب كل الناس تجيف انا ما بغشك ولا باخدعك بديك الحقايق زي ما هي احنا عشان نحل المشاكل في البلد دي نبدي اخواننا بالحاجة القدامنا الموية دي قاطعة تمشي تحيي الموضوع الموية دي بكرة الصباح ماشينا الشغل والله شغالة شنوية عشان هول شغل بيتمشوا بتكذبوا على الناس ما في شغل حسي الاكسام بتاعت الشرطة والاكسام بتاعت الاجراءات الجوازات والجنسية والكذا ما فعل ضباط لانه الكهرباء قاطعة الكهرباء اربعة لخمسة يوم قاطعة الشبكة اربعة لخمسة يوم مينول فيكم ماشي طلع على اول رخصة ولا شهادة ميالات لك كم شهر حسي بتمشي بتقول لك السيستيم واقع السيستيم واقع لو اربعة شهور الشركة عندها مشكلة مع الحكومة قالوا مادة حقوقه اتخيل 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 اجي اكتب لك في الفيس والله يا اخي ماشينا دار اطلع شهادة ما تمرد من الشرطة لكن الدولة عزلت نفسها من الشعب دي واحدة من الحاجات اللي كان مفروض تسقط النظام وما سقطته لانه الحكومة عازلة نفسها ما بهم ما تموت تعيش تتحرك الموضوع ده في يدك انت بكرا الصباح ده انا لنجأس في موضوع الموه ده الماشي امشي شيلو مدير المكتب بتاع الكهرباء الموه تلبس طوالب الطفاية بتاعت الحريق بيحصل لك شنو بادوك القسم ما تتقفل شنيع اتتولى حاجة ذاتك اتنزعتك وجودك في الكوكب ده ما عنده اي غيم امشي اعمل لك حاجة اكون بادر ازاتك موه عندك بتشكي من الموه اي ما في ذو الاشكي ليزول باكل مكتب بتاع الموه تالناس تمشي بكرا الصباح وتمشي المحطات بتاعت التحليب بتاعت الموه تجيبه امجد فريدي غربيلة تجيبه حمدوك يبهيرها تجيبه البرهان ينظفها ما تجيبه حمدتي يغسلها نحن ما عندنا شغلة بكرا الموه تكون في الماسورة والله طبعا نحن عندنا ما تحكي لي ما تحكي لي ما دار اسمح كلام جيبوا جبريل ابراهيم شلت القروش تحت الموه اربع شهور بقولك يا حرامي كيف انت عنصر يا جبريل حرامي شعل القروش بتاعت الموه مقدم الموه مقدم ترفعوا الموه في السودان لألف في المئة كويس من تمانين جنيه بتدفعلك مليون جنيه لأربع شهور الموه يقاطع بيشيل كم بيت في السودان 13-14 مليون بيت يا اخي بيشيلها جبريل وما قاعد يديها ولا دفع القروش بتاعت الالتزام السلام ولا دفع المرتبات ولا قاعد يدفع قروش الفيرنس جبريل حرامي يا زول ما معاه انا مالي ومالوم ده وزير المالية عنده سلاح ما في زول بيقدر امره بس جيب اتفاقية بتاع السلام قال انا جاي ينفس حاجة الهامش حس كوعدش بيكني لك يا اخي ها الناس هتتاضعصر تاضعصر ليه انت معصور معاي مراكبك مليون عربيه افضليةك شون انت عشان تركب مليون عربيه جبتها بيها تحق الحاجة ده خطة مخصصات وظيفة في مقابل انجاز تعملوا ليه ما عملتوا حس الليلة الحركات المسلحة بتتكلم انه الحكومه ما اوفد بالتزام المالي انت مش جيت مساكن المالية ده عشان تدفع لهم حس السلام يفشل عشان 187 مليون دولار ما بتخجل؟ ما قادر تجيبها؟ ما شاين المؤتمر وقدمنا الهناي والسودان وخطابه وشاين ليه ما عارف شاشة سكرين و بنك الدولي قدمنا له 187 مليون دولار ما قادر تجيبها يا جبريل إبراهيم ولا خليل إبراهيم؟ انا بتكلم مع وزير المالية ما يطلع عليه واحد في النص وقل ليه الحركات دي طبعا وانت بأس يا أخي ميتينك وميتينه ذاتي يا أخ الزلده حرامي سارك قروشة المؤية أنا دائر المؤية ما اجي بليش سيرة حركات انا ما عندي معك شغلة بالسلامك ده أديني المؤية الشتة قروشة ولا وقف ما في الزوداني تاني يدفع قروش بتاعت مؤية في الكهرباء بتاعت الكهرباء قدت ليك أدفعش لبس فيها الكمبيوتر طوالي طوالي فيش نيازن فيشنو لبس فيها الكمبيوتر ده حيودوك الترباس أقعد لك شهر بندفع عليك الكفاء لأمرك وهذا ذات الحكومة دي قاع الشهر بيتطلع قبال حمدوك انت قبال حمدوك ده قبال انت حمدوك ده تتم المدة بتاعتك حمدوك ده بكونت خارج بين امرقك زي ما برقنا الصعلوق اللي اسمه الله صمده من سيجين كوبر لأكين اعتراضك ذاته وسكاتك وشكيك في الحتة الارضة وانا ما بقول الكلام ده تحريض لا لا لانه التوحش الفي نفوس الناس الان يعني حس انت شوف الشكله في الفرن زول بيضارب مرة كبيرة عشان وكفت قدامه في الصف عنده المغدرة وعنده الغبن والحقد الجواه وتجي امعينه شافه له ثلاثة ثواني ما بينهن اي علاقة قبل كده مستعيد اقتله تقول له امشي اتكلم مع المزئول الحكومي لو الله يشكيناه لا الله يا اخي يا الله طلع حنانك يا اخي شيل القفاية بتاعت السيار ده لبسه لفراس وشيل ذات البلاغ بتاعك امشي القسم افتح فيه بلاغ قل لنا اخوان انا مشيت لموظف الدولة بالورق بتاعي ده واستفزاني قال لي اطلع بره يا مواطن وانا لبسته بالطرفاية بتاعت الحريق شوف بكرة ثاني في موظف يا فتحوا الشغل ده جد جد الدولة دي سقطناها شفتها بالرجالة كده وزا واحدة من نجاح المقاومة الشعبية لما انتثبت انه الدولة فشلت الدولة فشلت في ادارة الدولة خلاص بكل يعني الشرطة واقف المطارات ما فيها عساكر في المداخل المؤسسات الامنية ما فيها تفتح بلاغ ما في زل بديك حسي دي البلاغات المفتوحة حسي دي زل ضباحوه وهو امه دي قضية مفروضة تصقّط نظامه وتصقّط وزير خارجية وتصقّط وزير داخلية طلع واحد صعلوك في لايف يقول لك لو لا وزير الداخلية كانوا الكيزان فكروا دار حتصفوا في الغيادة الوزير بتاع الداخلية يا انت صعلوك انت انت صعلوك يعني الكيزان حسي ديه يقوم يتلموا لينا في حتة واحدة يقولوا للناس تعالوا شوتونا احنا البيض كلنا كده في سلة واحدة اتحمر اتحمر عشان تمجد وزير الداخلية وطلعوا كلهم يتكلموا عن الشرطة وعن وزير الداخلي وانو وزارة الداخلية وزعت مويا في الموكب اتكلم عن الموكب يا جزمة كل الناشطين حقنا الحرية وتغيرهم ثلاثة ستة ما جعبوا لكسرة الموكب ولا جعبوا لكسرة السوار اتكلم عن انو يا اخو الله رفغة واغمن عليها وضربوا وفتحوا فيها بلا بدا عن كل الناس اللي احتغلون احتغلوا رفغة بس يا ها 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 لكن ما مشكلة الشرطة البيد فيك بومبان لا لا اليوم دا قللك وزعوا مويا احنا والله يعني نكبر الموقف في تاع وزارة الداخلية اسمع في زول ضبحوه امه في زول ضبحوه معه امه في البيت نسأل الله هم يضبحوكم كلكم يا قحات عشان تعرفوا ان الله حق لكن دل كلهم زرني ومن خلقته بحيدة قل كلهم اعلام بديل ربنا سبحانه تعالى استفاهم همه واولاده وسره وكلهم يوم الغيادة ويأكلوا في اموال الشعب السوداني بالباطل اللي بيضللوا فيكم الان احنا بنتكلم انو يا اخي السرطة ما قايمة بدورة اي تقول لي يا اخي والله الشكر كل الشكر لوزيرة الداخلية اللي قال ليه اللي حمه منولقى لتا حمار ولا اشنا منولقى لك في زول كام ماشي اعتصم قداله من الغيادة العامة كيزان جبت الكلام ده من وين انت جبت الكلام ده من وين انت جبت الكلام ده من وين انتو اليوم كله تشكو من الدولة العميقة ومسيطرين على مفاصل الدولة ومعطلين الكيزان كلهم تلموا لك دام الغيادة العامة يقولوا للسوار تعالوا كتلونا مش لا يا اخي بس انت قول دار تمجد وزير الداخلية دار تطلعوه وبطل اليوم داك عجز الامن وتسعة طويلة والانتهاكل في الشارع الليل انت شفت الشكوى في منبدة كاتبين شكوى لراسة القسم ودير القسم بيخطبوه انه يجيب لهم عساكر يحرسوا المدرسة التسعة طويلة واقفل الطلبة في المدرسة بيطلعوه بالصواطر والسكاكن طبعا انا ما بلوم الشرطة هنا لانها قائمة بيدورة في مزارة الخيانة وبيع البلد ولا بلوم مزارة الداخلية اللي بيتبايع السودان للحركات الماسونية وكلهم عمل وخامل ولا بلوم حمدوك بلوم ياخد ولدك تشيل سكينك تمشي تحرس وردك قدام المدرسة جاءك البوليس فتح بلعته الشجل حلقه كده حلقه من هنا من هنا ركبه له فوقه ونزله لتحت ده البوليس ذاته خليك من تسعة طويلة ما هو البوليس هنا في السودان لما تيجي تمسك المجرم بيجيك يا اسمحك ادي انا مشي قدام واطلع لي وحويتك وابرز لي يزبط شخصيتك وحتلقى عمل جنتيس كده هو ما بتفرقه من الغنوان تركبه له ذاته البوليس زينا ده انت يا اخي الناس تشكي انه اولادهم شكوى رسمية مختومة من الناس الحتة الحي قاله يا اخي اولادهم من المدرسة بطلعو تسعة طويلة بنهبون بالصوات دي الاولادكم تمشوا ابهات الاولاد دي الكلكم ما تمشي شغل بكرة ماشي شغل تسوي شنو امشي احرس ولدك بكرة امشي احرس ولدك بكرة ولا ما امتحن لانك انت ما قادر تحميه بيتودي الشارع معلك انت طرابان ايو غياما ما حزلك اطفالكم تصل مرحلة يكتبوا يخاطبوا الجسم يجيب لهم عسكري واحد عشان يحمل الاطفال من عصابات بيقالوا بيترصدوهم في اليوم الامتحان بيكونوا واقفين جدا من المدرسة بصواطيرهم سكاكينهم والله واش واهلهم ما يخجلوا ويرفعوا فيش يا زول ده ولدك ده ولدك بكرة الصباح تشيل سكينك وطبنجتك واقف جدا من المدرسة خليزول افتح بلعته ام لا نار مدير المدرسة مدير الجسم مدير الشرطة والوزير كل ام لا نار بس ده ولدك يا زول ولدك ما عندك اعزار ما تقول ليه احنا والله ما قادر نعمل كده عشان الفوضى الفوضى تخلي الناس يهدد ولدك وبيتك ويختصبونه يكتلون في الشارع وتجي تقول ليه طبعا انت بتجاه روحك سيدنا المسيح اتماع لكم على الرسالة السامية والبتاع خليك زول عادي انفعل في حتة الانفعالة الصحيحة ودافع عن حقك بالدفاع المشروع واجيب حقك بلا ما تعمل فيها بطل انت انت لا نيلسون مندل ولا التاريخ هيخلدك حصل لك موقف الصرف التصرف الصحيح في الحتة الصحيحة مري غضبك ووجهه في الاتجاه الصحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر